مشاهدين الكرام أنوه لحضراتكم هذا الخبر العاجل حيث اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هلا أسعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وقد وجه السيد الرئيس بتطقيق كافة تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية موجها سيادته بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات فضلا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية كما وجه السيد الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع تنمية الأسرة المصرية بانتظام بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافي والتوعوي في إطار المشروع ودراسة إدراج موضوعات خاصة بتنمية الأسرة والصحة العامة في المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها في الأجيال الصاعدة نظرا للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية هذا وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض التصور النهائي للإطار التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة والذي يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي لأسيما للسيدات وذلك من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنية وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة وذلك عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والأثار المترتبة على القضية السكانية إلى جانب التحول الرقمية وذلك من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنت وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية فضلا عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيميا حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانية كما تم عرض نطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية وأسبقية المحافظات في تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة فضلا عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة في الجهات الحكومية المختلفة بما فيها وحدات طب الأسرة تابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تابعة لوزارة الرحالية تابعة Furبي تابعة لوزارة الفئة